اعدم الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ما أكده الرئيس السابق للهيئة كمال الجندوب اليوم معتبرا أن السلم التقييمي الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة للمجلس التأسيسي يقصي أعضاء الهيئة من الترشح كما أوضح كمال الجندوب عدم شفافية واستقلالية القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا أن الهيئة لن تكون مستقلة ولن تقوم بالانتخابات ترجمة نانسي قنقر كما أكد رئيس السابق للهيئة ضرورة تغليب المصلحة العامة والعمل على تحقيق تفاعل واسع نطاق للانتخابات القادمة ووضع رزنمة مدققة تحترم كل المواعيد الانتخابية ترجمة نانسي قنقر